سيد جلال حابب نبدأ في النادي الاهلي والله نبدأ من حيث يتعامل الاهلي مع ملف مغير تماما للناس كلها بتفكر فيه الاهلي بدأ يفكر في كيف يخد كأس العالم عشرين خمسة عشرين مش ناتر كوتنينتل بس هاي فده يعني متغير مهم سواء يعني من ناحية تغيير الجلد أو من ناحية تجديد الأسماء يعني فكرة ديانج حيمشي رغم أن فيه يعني معارضة حقول شعبية لأن ديانج يمشي رغم أن ديانج مشاركته هذا المسلم هي الأقل لكن فيه قناعة كبيرة جدا من جميع الاهلي أن الاهلي ممكن يخسر رقم فاعل في قتل وسط لو مشي ديانج صحية رغم وجود براوان عطية وعمر السليا وإمام عشور ومحمد بجدي أفشا وطلع أحمد دامي الكوكا شوف الأسماء التي كلها لكن دايما الرجل ده ليه مكانة كبيرة جدا عند جميع الاهلي ومع ذلك الاتجاه العام أنه هو خلاص يعني بنتكلم في بحر أيام ممكن يمشي يطلق إعارة من الخلود السعودي بعد يعني يمكن عشان مرون عطية للمبروك ممكن هو ده الأخر شوية صفر طيب بنتكلم في محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم نهاردة أصبح فيه متغير جديد في شركة تسويق بتتكلم من فترة وكان في كاس الأمم اللي فاتت لكن طبعا ده ما كانش أحسن حاجة مش لمحمد لكل الفرقة فبالتاني ما جدش الحاجات اللي هو متصورها محمد عبد المنعم كان ده كان بيأمل بشكل كبير أنه هو يخد الألمبياد رغم أنها يعني اللي عم مش عليها قوي لكن هو كان متصور منه كان ممكن عرفت أنه كان زعلان جدا أه طبعا كان ضريقة أمل بالنسبة له لكن في النهاية دي مصلحة فريق فخلاص مرحشي فالنهاردة متغير فكرة أن بولونيا يخده لأن اللعيب لمكانه وبيلع في نفس المكان سيرت باك أعتقد راح الأرسنال بس حتى هذه اللحظة بحسب حتى النادي الأقلي وكمان النادي الإطالي بولونيا لم يقدم عرض رسم للنادي الأهل ربما شركة التسويق أه طبعا ربما شركة التسويق هي اللي بتشتغل مع بولونيا في أزر الأرب لكن ما فيش عروض لسه وصلت للنادي لكن الأهل نفسه محمد عبد المنام بيتعامل بمنطق أننا ممكن سأنا جامشة مش شارع معاك عشان كده الأهل بدأ يفكر في أنه يجيب مدافعين جدد يعني في موجود اللاعب المصري يوسف أي من أعتقد اللي هو جاي من الدوحي القطري اللي هو يعني مع الجنسية المصرية والجنسية القطرية وبالتالي هيتام التعامل معاك مصري فبالتالي الموضوع بدأ الأهل يفكر إزاي يطور أو يحط حد في الحيطة دي من غير ما يكون فيه قلق هو ده بقى السؤال اللي هسألولك قبل ما نروح لها هو دي هل الأهل هيجيب صفقات بالمعنى الضقيق صفقات سوبر عشان كسا عامل أن دي 25 سوبر دي معناها إيه؟ معناها أن انت بقى تبدأ تجيب أسماء عالمية مش مجرد دعيبة وخلاص أسماء كبيرة أو حتى أسماء يكتشفها النادي الأهل إن هي كبيرة جدا زي وسببه عالي إحنا بنشوف لاتي وسببه عالي ممتاز هل الأهل هيبدأ يدفع فلوس كتير ولا زي ما سمعنا الأهل مش ناوي يدفع فلوس كتير الفترة اللي جاء لا الأهل لو الكواليتي موجود وبشكل مقنع هيدفع 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 آه آه في مش هقول سقف كلمة سقف دي يعني اتكسرت بصراحة مش في الأهل في كل مصر بعد عبدالله سعيد الموضوع الزمالك لازم نكون أمانات دي اتكسرت لكن فيه متغير يعني ممكن تجيب العيب فوق الرقم اللي انت عايزه بشوية يعني انت لو بصيت قياسة لصفقة موليست رغم انها يعني صفقة طبعا بتأكيد مش ناكحة لكن الرقم اللي خده وهو فري مليون و ستمائة ألف يورو أو مليون و ستمائة ألف دولار هو رقم كبير في الفترة اللي عادها اللي هو موضوع اعتبار قعد موسم فده رقم كبير لانت لو مثلا قعد موسمين تدخل في الرقم الثلاثة مليون دولار فده رقم كبير فإذا النادي الآلي فكرة ان انت تبخل لا انت مش تبخل عن نفسك مش عايز